بسم الله الرحمن الرحيم السمنة المفرطة أصبحت الترند ده حاليا والحديث عنها لأن السمنة المفرطة مش بس منظر نقدر نتنمر عليه لا هو مجموعة من الأمراض المصاحبة للسمنة قد يكون فيه علاقة ما بين حدوث السمنة نفسها وحدوث الأمراض المصاحبة لها يعني مثلا لو احنا بنتكلم على السكر فالسكر من النوع الثاني هتلاقي نوعية الأكل ونوعية الحياة اللي عايشها المريض تسببت في حدوث الاثنين السمنة المفرطة والسكر من النوع الثاني السمنة المفرطة أو السمنة المرضية يعني مصطلح بيطلق على زيادة الوزن فوق رقم معين من معامل قتلة الجسم مع بعض الأمراض زي السكر من النوع الثاني زي ارتفاع ضغط الدم زي ارتفاع الدهون الضرة بالدم زي مشاكل المفاصل والفقرات زي طاقف التنفس في أثناء النوم وكمان البي سي او مثلا متلازم التكيس المبايد في آخر حمل عن السيدات وبيبقى كومبليكس كده مع بعضه بتلغبط الضغط الشعرية بتلغبط الجسم كله بشكل الزيادة في الوزن مع تكيس المبايد مع تأخر يمكن بيبقى حلها في بعض الأحيان ان احنا نجري أحد جراحات السمنة بحيث ان الوزن ينزل فالموضوع كله يتحل وده ما بيبقاش حل مباشر وبعض الأحيان التحويلات بيبقى من طباء النساء والتوليد لينا ان احنا ده الحل مش الموضوع ان انا ادخل اعمل دريلينج بس للتكيس المبيض لا انا محتاج انزل الوزن عشان ابدأ اعالج المتلازمة ككل يعني فالسمنة المفرطة او السمنة المرضية مصطلح كبير يضم تحته حاجات كتير جدا العامل المشترك ما بينهم هو السمنة المفرطة ويمكن في حاجة اسمها متلازمة الايد دي بيبقى فيه مواصفات معينة للمريض منها زيادة وزنه وزيادة محيط الوسط او الخسر يعني وسكر من النوع تاني وبعض الامراض الاخرى